يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضايا المصرية أهلا بحضراتك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا ديري صباح الخير عليك يا شازي وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في كل مكان وقبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة مع حضراتكم بنقول لمصر كلها كل سنة وإحنا طيبين وكل سنة ومصر بخير وسعادة دايما وفي سلام دائم بيوجود ناس بتعيد تحرير سيناء واللي طبعاً بيوافق النهاردة 25 أبريل اللي في مصر استردت أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها كل سنة وإحنا بخير ودايماً مصر قوية كل سنة أنت طيب يا شزي كل سنة أنت طيب يا هدير وشعب مصر كله طيب وبخير بمناسبة الزكرة 39 لتحرير سيناء في مثل هذا اليوم استردنا هذه الأرض المباركة اللي ليها يمكن مكانة خاصة في قلوب كل المصريين استردنا سيناء بقيت طابة فقط الاستردناها في سنة 89 لكن خلانا نقول طبعاً أن سيناء عزيز علينا كلنا وغالي علينا كلنا وفي هذه المناسبة طبعاً لازم نتوجه بالتحية لأرواح الشهداء اللي ضحوا طبعاً بدماؤهم من أجل استعادة أرض سيناء وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات سيناء غالية وهتفضل غالية ومهم أن احنا نفضل نفتكر هذه المناسبة ونحكيها باستمرار ونفتخر بيها كمان ونحكيها الأجيال اللي جاي عشان تعرف عشان تعرف يعني أنت ماء وعشان تعرف يعني تضحية من أجل هذا الوطن ويعني زي ما بنقول لأولا هم ما كنا هنا يعني دا دايما هنفضل نقوله دايما زي ما أنت بتقول نفضل نفتخر بأبطالنا اللي على مر التاريخ بيدرابه أروع الأمثال للتضحية وحب الوطن والانتماء لهذا الوطن كمان النهاردة بنقول كل سنة وانتوا طيبين لكل إخواتنا المسيحيين أحد الساعة في كل سنة وحضراتكم بخير ويعني دايما يا رب في سعادة وسلام داد طبعا كل السنة وكلهم طيبين كل إخواتنا المسيحيين طيبين وبخير وعيد سعيد عليهم ويا رب يجعل أيامهم كلها أعياد ويمكن هيسبقونا هم هدير بقى في الأيد وقابلنا بقى عشر خمس سوى يوم كلا احنا يعني بنعيش أجواء كلها الحمد لله أعياد واحتفالات يا رب دايما ربنا يدمها علينا نعمة